وفي رده على سؤال مراسلنا خلال زيارة إحياء ذكرى مأساة تشيرنوبل أعلن الرئيس زيلنسكي أن مجموعة الاتصال الثلاثية تعتزم غدا مناقشة استئناف اتفاق وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح وأعياد مايو أعتقد أننا بالفعل توصلنا إلى اتفاق وسيعقد اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية حول القضايا الأمنية بشكل أساس يوم الغد يبدو لي أن جميع الأطراف اتفقت على كل شيء خلال المشاورات إلا أنها لم تصدر بعد بيانا رسميا نحن نسعى جاهدين إلى ذلك ونريد أن لا تعكر الخروقات بهجة عيد الفصح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر